السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابنا الأكارم وطالباتنا الفاضلات في تلخيص الوحدة الخامسة من كتاب اللغة العربية الثالثة والتي تتعلق بنائب الفاعل بعد اتمامنا لهذه الوحدة يمكننا التعريف بمصطلح نائب الفاعل في اللغة العربية التعبير عن إعراب ووظيفة نائب الفاعل في الجملة تحديد نائب الفاعل الكلمات المفتاحية للوحدة الخامسة هي الفاعل نائب الفاعل الفعل المعلوم والمجهول تعريف نائب الفاعل قد يحدث أحيانا بعض التغييرات في الترتيب الطبيعي للجمل الفعلية في اللغة العربية حيث إن الناس لا يذكرون فاعل الفعل الذي يريدون الحديث عنه في الجمل التي ينشئونها إما لعدم علمهم بذلك الفاعل لا يذكرونه أو لسبب آخر فهم يحذفون الفاعل من الجملة وفي هذه الحالة إذا حذف الفاعل من الجملة فإن صيغة الفعل الذي هو قبل الفاعل تتحول من المعلوم إلى المجهول وعند عدم ذكر الفاعل فإن المفعول به الصريح يأخذ مكان الفاعل وإعرابه يعني المفعول به يأخذ مكان الفاعل ويأخذ إعراب الفاعل فبعد أن كان المفعول به منصوبا يكون نائب فاعل مرفوع وهكذا يقال نائب الفاعل للكلمة التي هي مفعول به في الأصل وأخذت مكان الفاعل في الشكل فتح الرجل الباب كتب المدرس الدرس حفظ أحمد القرآن والآن نحول الأفعال في هذه الجمل إلى صيغة المجهول فتح فعل كتب فعل حفظ فعل إذا حولنا هذه الأفعال إلى صيغة المجهول فإننا نحذف الفاعل والفاعل هو الرجل المدرس أحمد وتأتي المفعول به في هذه الجمل مكان الفاعل فيكون الباب مكان الرجل وتأتي الدرس مكان المدرس وتأتي القرآن مكان أحمد لأن هذه الثلاثة مفعول به وصار مرفوعا أي المفعول به يكون مرفوعا فعندما نغير صيغة وشكل الفعل في الأصل فتحة تصبح فتحة الرجل الباب الرجل فاعل نحذفه نأتي بالباب المفعول به مكان الرجل فيكون مرفوعا بعد أن كان معفعولا به منصوبا فيكون الجملة هكذا فتح الباب فتحة فعل ماضي الباب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الظلم الظاهرة على آخره كتب المدرس الدرسة كتب فعل ماضي المدرس فاعل الدرسة مفعول به عندما نحذف المدرس الفاعل تتغير شكل وصيغة الفعل كتب تصبح كتب الدرسة كان مفعول به لكن بعد حذف الفاعل يصبح نائب فاعل مرفوع نقول كتب الدرس الدرس نائب فاعل مرفوع وكذلك الحال في حفظ القرآن إذا كان الفعل بصيغة المعلوم وكان في الجملة أكثر من مفعول به فإنه عند تحويل الفعل إلى صيغة المجهول يصير المفعول الأول نائب فاعل ومن ناحية الإعراب يصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا وبقية المفاعيل تبقى كما هي ولا يعتريها أي تغيير علم المدرس التلميذ الكتابة هنا يوجد في هذه الجملة مفعولين علم فعل المدرس فاعل التلميذ مفعول به أول الكتابة مفعول به ثاني لأن فعل علمه تقضي مفعولين فعند حذفنا لكلمة المدرس الذي هو الفاعل تأتي التلميذ مكان المدرس الفاعل لتصبح نائب فاعل مرفوع بعد أن كان مفعول به أول منصوب وتبقى الكتابة مفعول به علم فتصبح الجملة هكذا علم التلميذ الكتابة علم فعل التلميذ نائب فاعل الكتابة مفعول به نائب الفاعل في الأفعال الثلاثية المجردة عند تحويل الفعل الثلاثية المجرد إلى صيغة الماضي المجهول فإنه يضم الحرف الأول منه ويكسر الحرف الأوسط نحو كتبت كتبت المقالة أيضا عند تحويل الفعل الثلاثي إلى صيغة المضارع المجهول فإنه يضم حرف المضارع وتفتح عين الفعل نحو تكتبو تكتبو المقالة تضم بعدها السكون ثم تفتح التاء لأنها عين الفعل تكتبو المقالة نائب الفاعل في الأفعال المزيدة إذا كان الفعل المزيد يبدأ بتاء ففي الماضي يضم الحرف الأول والثاني ويكسر الحرف قبل الأخير مثال تُعُّ تُعُلِّ مَتِ السِّبَاحَةُ فنضم التاء والعين ونكسر الحرف قبل الأخير وهو تُعُلِّ مَتِ السِّبَاحَةُ وتُقُوتِل في الميدان وعند تحويله أيضا إلى صيغة المضارع المجهول فإنه يضم أوله وتفتح عين الفعل يعني الحرف الثاني ويفتح الحرف قبل الأخير نحو تُتعَلَّم تُتعَلَّم السِّبَاحَةُ وَيُتَقَاتَل يُتَقَاتَل للشرف الأشياء التي تقوم مقام الفاعل بعد حث فيه فيما يلي الأشياء التي تقوم مقام الفاعل في الجملة بعد حث فيه أولا المفعول به عندما يتحول الفعل المعلوم المتعد إلى أكثر من مفعول إلى صيغة المجهول فإن المفعول به الأول يصير نائب فاعل كما أستفنا سابقا أعطى الأستاذ الطالب كتابا فتكون الجملة أعطي الطالب كتابا في الجملة الأولى أعطى الأستاذ أعطى فعل الأستاذ فاعل الطالب مفعول به أول كتابا مفعول به ثاني فعند تحويلنا عند حثنا الفاعل من الجملة تصبح هكذا أعطي الطالب يقوم المفعول به الأول مقام الفاعل فيكون نائب فاعل أعطي الطالب كتابا ثانيا الجار والمجرور عندما يتحول الفعل اللازم في الجملة إلى صيغة المجهول يصير الجار والمجرور نائب فاعل وفي هذه الحالة فإن نائب الفاعل يعتبر مرفوعا محلا لا لفظا باعتبار المحل الذي هو فيه لاحظوا الأمثلة التالية جلس الطالب على الكرسي جلس الطالب على الكرسي جلس فعل الطالب فعل على حرف جار الكراسي اسم مجرور فعندما نحذف الفاعل تصبح الجملة هكذا جلس على الكراسي المصدر إن لم يكن في الجملة جار ومجرور فالمصدر يصبح نائبا للفاعل ضربت ضربتين ضرب ضربان ضرف الزمان يمكن لضرف الزمان أن يكون النائب فاعل أيضا يصوم المسلمون يوم الاثنين يصوم فعل المسلمون فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم يوم ضرف زمان منصوب لكن عندما نحذف كلمة المسلمون يأتي الظرف مكان الفاعل فيكون نائب فاعل يصام يوم الاثنين يصام يوم الاثنين ظرف المكان يمكن لظرف المكان أيضا أن يكون نائب فاعل مثل جلس الولد أمام البيت جلس أمام البيت إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا أشكركم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر